محليا أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير وكذا أعمال تطوير المنطقة المحيطة والمنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات يأتي تحقيقا لتتامل بين هذه المناطق المهمة وتعظيما لما بها من مقومات وإمكانيات أثرية وتاريخية وصولا لإتاحة تجربة متفردة للسائحين والزائرين لهذه المنطقة السياحية وبما يعكس الوجه التاريخي والحضاري لمصر جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف مشروع تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات وذلك بحضور وزير السياحات والأثار أحمد عيسى ومحافظ الجيزة أحمد راشد وتطرق الاجتماع إلى عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من الخدمات المتنوعة والتيسيرات لزائري المنطقة الأثرية ويجعل من زياراتهم لهذه المنطقة تجربة سياحية متميزة